السلام عليكم محبي قناة بور فيديو متعة دور أبطال أوروبا تعود من جديد وإن في ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا نادي ماشيستر سيتي يستقبل غريمه القوي وبطل أبطال أوروبا ريال ماضريد في مباراة حارقة مساء اليوم برسم إياب ثموني نهائي دور الأبطال ماشيستر سيتي كان قد حقق فوزا كبيرا ومهما في مباراة الذهاب بملعب سانتياغو برنابيو بهدفين لهدف واحد الريال على موعد مع تحقيق إنجاز كبير بالتأهل لربع النهائي لكنه لن يكون سهلا على الإطلاق الريال عليه أن يفوز بفارق هدفين أو على الأقل تحقيق النتيجة ذاتها الذي فاز بها ماشيستر سيتي في مباراة الذهاب بالنسبة لأخبار مباراة الليلة فإن الريال سيلعب محروما من خدمة قائده سيرخيو راموس الذي تعرض للطرد في مباراة الذهاب فيما سيلعب ماشيستر سيتي محروما من خدمة مهاجمه سيرخيو أغويرو بالنسبة لتشكيلة الفريقين المرتقبة فمن المنتظر أن يدخل ماشيستر سيتي بالتشكيلة التالية إدرسون في الحراسة كانسيلو رابورت فيرناندينيو ووركر رودريغو جوندوغان دوبرايني محرز النجم الجزائري وخيسوس ثم ستيرلين في تلاتي الهجوم أما بنسبة لتشكيلة ريال مدريد المرتقبة فمن المرتقب أن يدخل زيدان بالتشكيلة التالية كورتوى في حراسة المرمى ميندي في رواق الأيصر كارفخال في الأيمن ميليطا وفاران في متوسط الدفاع كاسيميرو وكروس ومدريش في وسط الميدان فينيسو جونيور وأسينساو على الأجنحة ثم بنزيمة كرأس حربة إذن أحباتي الكرام المباراة ستنطرق في الساعة الثامنة بتوقيت جرينيش زائد واحد السابع بالتوقيت العالمي والاختلاف توقيتات مختلف دول العالم إذن ماذا تتوقعون بالنسبة للقاء هل سيتمكن الريال من تحقيق الإنجاز والتأهل من جديد لربع النهائي أم أن مانشستر سيتي سيحرم النادي الملكي من المنافسة على لقبه الرابع عشر في أغلى الكؤوس الأوروبية إذن المباراة قوية وواعدة بين رفاق بنزيمة ورفاق محرز والفائز سيتأهل لربع النهائي نتمنى لكم فرجة ممتعة وسنلعود ونلقاكم بعد اللقاء إن شاء الله لتحليل نتيجة المباراة دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة